اشتركوا في القناة وإن الله ويصليكم على النبي يا أيها الناس ويصليكم على النبي ويصليكم تسليما اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله محمد الرسول الله اشتركوا في القناة الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم وشاق نشأ في عبادة ربه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال بارك الله لكم في جمعتكم أيها المسلمون الكرام إن الشباب هو بمثابة ربيع العمر وهو الفترة التي تترعرع وتنمو فيها الآمال والأفكار وتكون فيه القوة والحماسة في ذروتها وأوجها ولا شك أنه إذا ما تم تقييم مرحلة الشباب بشكل جيد فإن ذلك سيكسب المرأة سعادة الدنيا والآخرة وإذا ما كان العكس من ذلك فإن هذه المرحلة ستتحول إلى سنوات لا يتم مزتذكارها إلا بالندامة وقد نبه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله اغتنم شبابك قبل هرمك كما أنه وفقا لبشرى رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم فإن الشاب الذي ينشأ في طاعة الله يضله الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أيها المؤمنون الأعزاء إن شبابنا هم مستقبلنا وهم أملنا وهم أعظم إمكان وثروة تجعل منا أقوياء وإن كل واحد من شبابنا هو قيمة قائمة بذاتها بالنسبة لنا حيث يستحق الإهتمام والخير والدعم والمحبة لذا فلنجتهت معا وسويا من أجل أن ينشأ هؤلاء ويترعرعوا بصفتهم أفرادا ذوي فائدة ونفع وخير للإنسانية مرتبطين بقيمهم الدينية والوطنية والروحية ويتمتعون بالوعي الإنساني والحضاري وأودت أن أنهي خطبتي بهذه الآية الكريمة التي تتحدث عن أصحاب الكهف ممن أظهرهم القرآن الكريم على أنهم أنموذج ومثال يحتذا به قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزلناهم هدى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر